سلام عليكم في الفيديو ده هشرح يعني عايز حدد المنشأ هيبقى متزن ولا غير متزن يعني هل المنشأ اقدر احله بالثلاث معادلات ارتزان يعني يبقى المنشأ محدد استاتيكيا ولا يعني هيبقى المنشأ غير محدد استاتيكيا يعني المعادلات بتاعت الاتزان او المنشأ غير كافية اني احل المنشأ معادلات الاتزان اللي احنا عارفينها هي سيجما الفورس في الاكس وسيجما الفورس في الواي وسيجما المومنت طيب بسرعة كده يعني زي ما انا لسه قايت عدد الاكويشنز بيساوي عدد يعني لو جينا رسمنا بيم بالمنزر ده ده فيبقى عندي هنا في عندي هنا واحد عدد عندي تلاتة وعندي تلاتة اكويشن وخموشا يبقى المنشأ بتاعي طيب وده اللي همني في الفيديوز اللي جاية دي كلها يعني اقل من عدد الانونز يعني انا محتاج معادلات اضافية عشان تسعدني ان انا اقدر احل المنشأ عدد الاكويشنز معروفين هما تلاتة عدد الانونز هو ده اللي هيبقى اكتر من تلاتة ممكن يبقى اربعة او خمسة وهكذا طيب لو انا اقلت ان هو اكتر من تلاتة يعني لو عندي منشأ كده فانا عندي هنا ادي في ال اكس في ال واي وعندي في المومت كده تلاتة زائد رابع اللي هو ال واي عند النقطة دي كده انا عندي اربعة طيب وعدد ال اكويشنز عندي اصلا تلاتة اكويشنز يبقى انا مش عارف احلو بالطريقة العادية اللي هو سيجمال مومنت و سيجمال اكس و سيجمال واي نحتاج اكويشنز زيادة عشان اعرف احل المنشأ ده وده اللي هي هنشوفه بالتلاتة طرق بتقول الحل بتقول في بقى الكيسز اللي هي ممكن تيجي على انها عايزك تحدد المنشأ هو ستيبل ولا انستابل بس مش هتحلو طبعا ده لما يكون عدد الاكويشنز اكتر من عدد الانونز وده بيبان في المسال بتاع لو انا عندي بيم رولر رولر ساعتها عندي هنا في اتنين في الواي وعدد الاكويشنز تلاتة فيبقى اتنين تلاتة اطبع من اتنين يبقى انستابل طيب عشان اقدر ابدأ المسألة وحدد هو لو مسلا قلت اربعة اكتر من ثلاتة فيبقى اكتر من تلاتة اكتر من ثلاتة اكتر من ثلاتة واحد مصهورة بتقول لي ان. ان بتساوي ثري ام بلس ار مينس ثري جي بلس اس. ناخد بالنا من عشان اللي هنا. ايه الان هو زي ما كنت لسي بقول لكم عايز اعرف هو انا محتاج كم زيادة او انا عندي اه المنشأ ريدوندن في يعني عنده اكتر من بقدي ايه عشان نعرف احل. زي ما هنا هنا في المثال ده اربعة اكتر من ثلاثة بواحد يبقى هو طيب الديجري اف اندترمنسي الام بتساوي ثري ام الام ده اللي هو عدد الممبرز الار هو النامبر اف اكشنز والجي هو عدد الجوينز والاس هو النامبر اف سبيشيل جوينز او الانترميديد هنج في حالتنا. طيب. ناخد بالنا بس من الانترميديد هنج هنا. البيم العادية بتاعتنا عبارة عن بيم وفيها انترميديد هنج في النص زي ما احنا اخدنا في بيزود لي واحدة بس في الكيس اللي هي بتاعت البيم العادية اللي احنا عارفينها واحدة ليه? لان هو بيخليني عند الجزء ده بزيرو ومن طبيعي ان الناحية التانية هتبقى بزيرو. يبقى هو ضف لي كام هو ضف لي ان فيه ناحية منهم بصفر فالناحية التانية بالتبعية هتكون بصفر. فهو اضاف لي واحدة. ازان يبقى الرول بتاعي ان الانترميديد هنج بيضيف كام اكوشن بيضيف عدد الممبرز اللي متوصلين بي ناقص واحد. يعني في الكيس اللي عندنا دي انا عندي تو ممبرز اناقص منهم واحد يبقى اللي هيضيفها لي وجود الانترميديد هنج اللي هو الاس هي واحد. ازان الاس هي المسال تاني لو انا عندي الانترميديد هنج فيه تلاتة ممبرز يبقى عدد الممبرز هيكون تلاتة عدد الاكوشن اللي هيضيفها لي اتنين هيخليلي دي بصفر وهيخليلي دي بصفر وبما ان سيجمال مومنت هنا ومن الانترميديد هنج فيبقى بالتبعية تالت ناحية هتكون بصفر. اخر مسال اهو لو انا عندي اربع ممبرز متوصلين دايريكتلي بالانترميديد هنج فيكون عندي اربع ممبرز وعدد الاكوشنز تلاتة. طيب. يعني نطبق الاكوشن دي على الاكزامبل زي. هنشوف اول اكزامبل انا عندي الترين دا. هنا فيبقى لو سمينا دا اي وسمينا دا بي. فيبقى عندي هنا واي اي. وعندي في الاكس اسمه اكس اي. وهنا دا فيبقى عندي واحد بس اللي هو عدد هنا تلاتة. نطبق الاكوشن بتقول لي الان بتساوي. تلاتة في ام. ام اللي هو عدد الممبرز. حدد الممبرز عندي كان بتعلن عدة. انت اللي بتحدد الممبر بتاعك يبدأ وينتهي فيه. فهقول هنا ان دا بداية الممبر. وده نهاية الممبر بتاعي. فيبقى دا الممبر رقم واحد. من هنا لغاية هنا دا ممبر رقم اثنين. من هنا لغاية هنا دا ممبر رقم تلاتة. طب بالنسبة للكانتليفر. هل يعتبر ممبر لوحده ولا لا? الكانتليفر يعتبر يعني منشأ محدد. انا عارف قيمة اللي عنده من غير ما اطلع ازا فانا ممكن اعتبر ان هو جزء من دا. يعني لو انا كان عندي هنا كان هيبقى هنا كأنه والغي يخلص وجود دا. فما لوش لازمة ما ما نحسبوش معنا. يبقى انا هنا عندي كان ممبر عندي تلاتة ممبر. ثري ام بلس ار. عندي واحد اتنين تلاتة. عندي تلاتة ري اكشنز. تمام? دول كده عندي هم الانونز. وقلنا للمرة فاتت ان الانونز لازم يطلعوا ادور من الاكوشنز عشان يبقى طيب. بعد كده ثري جي بلس الاس. طيب عندي كام جوينت? الجوينت هتتحدد على اساس تحديدك للممبر هي بداية ونهاية كل ممبر. يعني دي جوينت. دي الجوينت التانية. الجوينت التالتة. الجوينت الرابعة. يبقى انا عندي هنا كام جوينت? عندي اربع جوينت. طب عندي كام سبيشيل جوينت. عندي كام اكوشن هتضفالي الانترميدي تانش مفيش اصلا انترميدي تانش فيبقى ده بزيرو. يبقى مجموع دول هيبقى اتناشر وهنا اتناشر يبقى في الاخر بصفر. يعني ايه الان بصفر? يعني مفيش زيادات. يعني المنشأ بالنسبة لي هو. طيب اجزامبل تاني. عندي هنا في الواي. عندي هنا في الاكس. اكشن تاني في الاكس. وهنا في الواي. يبقى دول اربعة. سنتذكر تاني الاكوشن. ان بتساوي. ثري ام بلس ار. ماينس. ثري جي بلس اس. تعال نعد الممبر. طيب. هبدأ من هنا. من الجوينت دي. لحد الجوينت دي. تمام? ادي ممبر رقم واحد. ومن هنا لحد هنا ادي ممبر رقم اتنين. ومن هنا لحد هنا ممبر ادي رقم ثلاثة. ومن هنا لحد هنا ممبر ادي ممبر رقم اربعة. طيب ومن هنا. هتبدأ الممبر ده من اول هنا. لحد النقطة دي. ازا انت حطيت هنا جوينت. طالما انت حطيت هنا جوينت. يبقى لازم ترجع تقسم الممبرز دول الممبر ده ليه اتنين تاني انت هنا هتحط جوينت عشان يبقى بداية الممبر ونهاية الممبرز زي ما احنا قلنا بداية ونهاية اي ممبر هي جوينت يبقى طالما حضرك هتحط هنا جوينت يبقى التقسم للممبر ده الى يبقى نعيد تاني العد تعال نحدد الجوينت ونرجع نحدد الممبرز رقم واحد جوينت اتنين جوينت تلاتة جوينت اربعة جوينت خمسة جوينت ستة جوينت سبعة يبقى انا عندي تلاتة جوينت يبقى الممبرز عندي كم? الممبر رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بين كل جوينت وجوينت في ممبر يبقى انا عندي سبعة طيب عندي كم عندي اربعة وعندي كام? واحد اتنين. ليه اتنين بس? لان كل واحدة بتضفل واحدة لان متوصل فيها اتنين وقلنا الرول بتاع ال الاس بتساوي الام ماينس واحد والام ده هو عدد الممبرز المتوصلين فيه. يعني ده هيديني اكوشن وده هيديني اكوشن تاني يبقى اتنين. نحسب. تبسل واحد وعشرين زائد اربعة يبقى خمسة وعشرين. وده تلاتة في سبعة. واحد وعشرين زائد اتنين هتبقى تلاتة وعشرين. كام اتنين? اذا المنشأ ده هو طيب. تعالي ناخد تاني هنا عندي هيديني واحد. عندي ده هيديني تلاتة وعندي ده نفس الكلام هيديني تلاتة يبقى بتاعتي عدد الممبرز اللي عندي هنا على حسب. حط هنا جوينت وحط هنا جوينت تانية. حط هنا جوينت تالتة. حط هنا جوينت ربعة. يبقى انا كده عندي اربعة جوينت. عندي كام انترميدي تانج ما عنديش انترميدي تانج. طب نرجع ليه الممبر. يبقى الممبر ما بين الجوينت والجوينت. ادي منبر رقم واحد منبر رقم اتلين منبر رقم تلاتة فانا عندي تلاتة وعدد واحد وثلاتة وثلاتة يبقى كده سبعة. يبقى تلاتة في تلاتة تسعة زائد سبعة ستاشر ناقص اتناشر يبقى ده طيب هنا نفس الكلام جوينت تانية تالتة الرابعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى انا عندي كام جوين? تمانية وجوينت. تعالى نعد الممبرس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. بقى الان بتاعتي بتساوي تلاتة فعشرة اللي هي الام. سري ام عندي كام واحد اتنين تلاتة يبقى عندي تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبعة تمانية يبقى عندي تمانية جوينتز. وعندي كام بزيرو. يبقى بتاعنا ده هيبقى تلاتة وتلاتين ناقص تلاتة تمانية اربعة وعشرين. وما ده ات طوح الاقسلى än عام بتبقى شغلها فيه بهację 통 más هذه الكيسل مهمة بالنسبة لنا لما سوف نحل في الامتحاء.